هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايدال انهيان وزير الخارجية معالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية واشتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين في الخارج في المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة فوز الممثل الدائم للمغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابعي للأمم المتحدة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي معربا سموه عن أمنياته للمملكة بالتوفيق والسداد خلال فترة رئاستها موسيقى